سلامة البنات مرحبا بكم في القناة شهود الحجة راشيدة اليوم نشارك معكم شربة رائعة بوحد القطنيات و مكونات رائعة و الديدة كيف تتشوفو تتجي يعني سقيلة ولكن فيها وحد فوء النواشيف او الحبوب اللي مختلفة ولكن تتعطيها وحد لدة يعني مختلفة على الشربات اللي سنعرفو او محطوطة تنحطوهم في الطبلة دينا كيف تتشوفو تتجي الصراحة رائعة وتتغيرو الحريرة على الشربات اخرين اللي شاركت معكم و كين الشربات نشعر لغا يكونوا باقي نحن في وصفات رمضان تتجي الصراحة الشربة الديدة الديدة بزف و فيها فوائد الكيمة الناس الصحية للناس اللي عندهم فقر الدم او الحديد ناقاس تتجي الصراحة الوصفة مشبيعة صراحة و زوينة عنده زو مقادر لي فيها ما فيهاش واحد مقادر لي غالين او مكلفين فيها نصف كاز دي اللي عدس مغسول كيف تتشوفو عدس عادي وهنا كاز دي اللي عدس الاحمر هو اللي غايكون كاز هنا عندي نصف كاز دي القمح مقرشل هاد القمح رتيكون عند الهرياء يعني قمح مقرشل كين حبوب و كين قرشل وعدي نصف كاز دي الروز عندي مع القديل الدقيق الابيض مع القديل الزبدة نصف مع القديل القزبر يابس نصف مع القديل التوم وعندي زيت زيتون عندي صفر بيضة وعندي اعشاب مناسيمة وبصلا مشلدة وعندي الملحة والبزار والتحميرة وخرقون بلدي والليطر دي الماء غنديروه هو اللي ولا تقلل لنا الماء تنزيدو ستطيب لنا هادوك العناصر يعني ضغيات ما تتشتر وقت دي الطياب عرف الهطرة ديل اكتر حاجات تتعطل هي دا كلام اول حاجات تنزيد ملحة لزيتون في القاملة على طنجر عن النار وتنزيد هذه الملحة على زبدة هي اللي اولادها تبدأ الدوب وتمدون شحره في هادوك نواشيف وعذا بشن ندون طيب فيها صراحة تجيات شربة زوينة زوينة بزاف او مختلفين في الماداق فيها عير قطنيات ولكن رات تجي خفيفة ما تقولوش تقيلة وهنا غن دير هادوك راس المعلقة ديال التومة تجيز صراحة زوينة وتجيزة صحية بالنسبة لي بغوا يغيرو الناس رات تجي خفيفة وخدتشوفوك كوك تقيلة رخف من اه شرب ديال الحريرة الحريرة عارفين هاتي يدروها الناس بززاف تتكون شوية تقيلة يعني خفيفة في الاكل ديال من بعد ذلك البصلة مشلدة انا درت بصلة خضارية كبيرة بالاغصن ديال والها تقدروا تدريتو مع اي نوع ديال البصل درتها وبقيت نحرك في ذلك الزوينة والزبدة درت الكازي اللي عدس لان انا غاسلها بقاها الاسقلية في القاة اللي هي تعني عليش بدي نهبط فيه اه من باقي فازق علش بقشي دليال بلاصة سوف يكون نحرك محلوك وانا تنشحر هادوك اه اه الفاء النواشف اه او الحبوب ناشفه تقدر تلعدس الاحمر وده بزتن هنا القمح لي مقرشل كين شعير مقرشل وكين القمح مقرشل كين وصل الوصول لفكرة عيلي لبنات المبتادئات او اللي متي يعرفوش النوع ديال الحبوب تنحاو نوضح للكم وكين أمير سنجحة ثم الوطول بشكل محرسة والجمع السعيدة امير جميلة ومثلت توابل الملحة تحميره وخارق ملدي بالنسبة للبزار يتم تحميره وخارق ملدي المكونات في السوق التوابل نحركوا على النار لتشحروا لنا و البصلة تتبط هنا يتم إختيارها فقط تستطيع التقوم بها و تستطيع التقوم بها الآن نحرك و نحرك و نحرك و نحسب البصلة تشحر و الحبوب تشحروا لنا سوف تزيد الليطر الماء برد لكن الماء محرك و تحرق ثم نحرك و ننتقل محرك و ايضا و هي استطيع التقلم تستطيع التقوم بها هذا الماء قامي برد اضافت محرك و تستطيع التطبيق نغطي طنجرة ونجدها طيب اشتركوا معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نغاطي بتصفر بيضة نغاطي بنين بشربة هذا المصارف يكون بنين و الروز يكون بنين و هذا القمح يكون من منذ الماضي و العدس العادي يكون كشربة بنين السراحة هذا المصارف في هذه المكونات تجي رائعة و بالنسبة لهذه الشربة هي وجدات كيف تشاهدها و سوف نفرغها قدامكم و سوف تشاهدها و انتمنا تعجبكم بصراحة جربوا البنات رازوينها و من طبيعة الحل يعني ماشي تقول له سخونة ماشي وقتها بدا يدخل الجو سخون خفيفة يعني مريحة ماشي ديال البرد بالضبط يعني تشربوها في البرد و تفاضل فترة ديال الجو ديال وقت الربيع يعني جربوها و ارضو علي الخبار مهمة دوا شكل نهائي ديالها و بسلام عليكم و رمضان كريم و دائما في وصفات رمضان شكرا على مشاهدة الناس ليتعجبون بقناة و شكرا على مشاهدة الاشتراك و كملا تعقموا فيها شكرا على البرد و تلخر و بارتاتك من قليلات الصيفة هذا هو البرد شربة ديالنا و انتمنا تعجبكم سلام عليكم و رمضان كريم شكرا على الناس لتشاهد